أهلا بحضراتكم مرة تانية في الحقيقة الحديث حيفضل مستمر عن المرحلة الحالية اللي ممكن يكون بيمر بيها النادي الأهلي في إطار صعوبات كتير جدا على مدار الموسم وبالتالي تراجع كبير وواضح في مستوى أو المستوى الفني ليه في رئتنا الفريق الأول لقرة القدم فبالتالي ناس كتير بتحاول تستغل الوضع ده إن هي تهد في النادي بشكل أو بآخر وللأسف ممكن يكون بعض منهم محسوب على أبناء النادي الأهلي الأسف الشديد وفيه البعض الآخر من أبناء النادي الأهلي المخلصين اللي بالمناسبة وقفين موقف محترم وقفين موقف محترم وهنا لازم نتكلم على أكتر من جزئية مهمة جدا أول حاجة لازم نفرق ما بين الكبوة وما بين إن ده دروب ممكن يكون بيتعرض ليه الفريق وأنا في اعتقادي الشخصي وكواحد من الجماهير اللي النادي الأهلي وبتشرف بكده جدا جدا إن اللي بيمر بيه الأهلي دي لوقتي ده دروب طبيعي جدا يحصل لأي فريق في الدنيا خصوصا لما يكون فريق عنده عدد كبير جدا من الألقاب المتتالية ومسيرة محترمة أوي مليئة بالانتصارات والإنجازات على مختلف الأصعيدة سواء محليا أو عالميا أو إفريقيا فطبيعي ما فيش حد حيفضل في الطب على طول لازم هيحصل لك وقعة كده لازم تحس إن أنت الدنيا بالنسبة لك مش متزبطة بس دي بتبقى بداية لمرحلة بإذن الله بإذن الله تكون جديدة مليئة بكل اللي تعودنا عليه من خلال نادي الأهلي إيه هو اللي إحنا متعودين عليه داخل نادي الأهلي فوز، ألقاب، بطولات، إنجازات كل ده بنسبة لنا حاجات عادية إحنا متعودين عليها بس مش بنشبع منها ما بنزهقش منها فبالتالي تحس إنه الوضع غريب بالنسبة لأهلي هو دلوقتي وضع غريب بس بإذن الله حيعدي بيكنتوا بجمهور النادي الأهلي بس الأهم الأهم واللازم جمهور الأهلي يكونوا متؤكدين منه بشكل كبير جدا إن الأهلي كده كده حيقوم الأهلي كده كده حيرجع الأهلي مش هياخد فترة طويلة في المرحلة دي الصعبة ده أمر مؤكد والتاريخ هو اللي بيقول كده مش إحنا التاريخ نفسه بيقول حتى لو الأهلي في كبوة ما بيقعدش فترة طويلة في الكبوة دي لأ بيبقى فيه أخطاء بتصلحها بترجع بسرعة أسرع وتقدر تجيب ألقاب وطولات بس الأهم إيه بقى لما الأهلي يقوم بإذن لواحد أحد ويرجع ياخد بطولات قد كده جمهور الأهلي ما ينساش أنا عارف إن الجمهور الأهلي مش هينسى المواقف اللي البعض من أمداء النادي وقفوا مع النادي بشكل جيد ووقفة حقيقية والبعض الآخر اللي حاولوا يستغلوا فرصة زي دي عشان يهدوا في النادي وهو للأسف خيالهم خيالهم دماغهم مصورة لهم كده النادي ده ممكن يتم هدمه أو هتبقى فرصة إن انت تقطع في ناس كتير وده أمر يعني صعب جدا مصعب إن ده مستحيل حدوثه مستحيل حدوثه فأنا براهن على جماهير الأهلي جمهور الأهلي ما بينساش المواقف اللي زي دي والتاريخ نفسه مش هينسى وحييجي وقت وفتكروا كلامي وأنا بتكلم مع حضراتكم حييجي وقت قريب جدا مش بعيد الأهلي حيصطفق وحيبقى حاجة جمدة قوي 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 وحتلاقوا الناس اللي بتحاول تنتقدوا كل يوم تختلق عدد من الأخبار وكل يوم تختلق عدد من الأسئلة والأزمات للنادي والمسئولي حتلاقوا مستخبوا تاني اتداروا بعدوا عن المشهد لأنهم ما بيظهروا شغل في التوقيتات اللي زي دي بس في المؤكد أن جمهور الأهلي مش هينسى الكلام ده الحكومة